تحية لكل المستمعين على موجهة لذاع الوطنية التونسية. مرحبا بكم في الجزء الثاني من هذا المسائل. الحقيقة سعيدة جدا أنه ديما نسعد بضيوفي. لكن ضيفي هو شخصية خاصة. على خاطر عنده عديد القبعات اللي يحملها. وأكيد كل قبعة ضيف للموندو الآخر والعالم الآخر اللي موجود فيه. هو ممثل مسرحي، هو ممثل سينمائي، تلفزيوني، هو كذلك مشرف على قناة تلفزية بكل تفاصيل العمل التسويقي والتجاري. هو كذلك حتى نقوله مسرح ونقوله فن وقيمة الفن والرغبة لأنه يثبت الحضور متاعه كممثل بالأساس. عليش حاضر معنا؟ على خاطر سي عنده فيلم قاعد يدور وموجود فيه في دور مهم دور يشدك بالضحكة ويشدك كذلك برشة رمزية نحكيه على فيلم عصفور جنة لمراد الشيخ. هو كذلك حاضر مع فريق مسرحية لوزينة اللي تتعرض للمرة الثانية أو سلسلة عروض الثانية. وانا 24، 25، 26 أكتوبر و 27 أكتوبر بفضاء التياترو. هو تعرف للجمهور العريض يظهل رمضان السنين هو النجاح الكبير لمحمود السعيدي أو بيدرو. مرحبا بيك محمود. مرحبا بيك عبير يعطيك صحة على تقديم حشام تلحق. هنا زيدة فرحانة اللي معاك. مرحبا زيدة بالناس اللي تسمع فينا على الإذاعة الأم والأصل الإذاعة الوطنية. يعطيك صحة محمود. أما بالحق أنا يستفزني. هاكا نقول محمود اللي يكون في المسرح. بنيهو خلفية يجي للمسرح. والخلفية ديك قديشت نجم تفيده كذلك في مستوى اختياراته في برمجة القناة. في تسويق الأعمال. اختيار الأعمال واختيار. شنو البخوجيلي بشي نجم يقدو نحيو على قناة النسمة. فهل تعدد هذا الكل هو ثراء؟ هو ويت نجم تقول ثراء وهذا يصب في هذا عبير. معناها الخبرة يمكن الإدارة الفنية في قناة النسمة صب للممثل والفنان. والتجربة المسرحية والغنائية والسينمائية زادت صب في الإدارة الفنية للقناة. لذلك لا نعرش الحمد للإباعي. هو مدير فني. مدير فني. معناها بيئة. معناها الكلمة يجب أن يمس كل شيء. يمس الموزيكة. يمس الفيزيويل. يمس السون. يمس الديركسيون. يمس الموزيكة. يمس الموزيكة. يمس الموزيكة. يمس الموزيكة أكثر للمدرسة الإنجليزية الأمريكية. في التلفزيات زادت مع نيش. حقيقة. حقيقة. وحتى في الفيزيويل والكونتونيوز ويتميشة مع بعض. هو يمكن زادت فهمها مشكلة فرمسيون زادت شوية. خاطر نلقاه ديزيكون لبرا متع ديركسيون أرتيستيك. اللي يخليك معناها تخرج تتنجم للعب ذاكة والمسؤولية متع الإدارة الفنية. خاطر هي مسؤولية على الصورة ككل. من الكوستيوم للمكياج للديكور للظوء. حتى الكنتونيوز زادة وطريقة الكلمة وطريقة الإلقاء. فهمها مشكلة صغيرة في الفورمسيون اللي في تونس يمكن معناش تأثير للفنية هذه كثيرة للإدارة الفنية. في تلفزها إن شاء الله إن شاء الله على شله. الراوها الراو مديرين فنين معناها في حتى في راديورة أو حتى في أي بقع في أي خدمة معناها في أي مجال. الإدارة الفنية نتصورها مهمة جداً. الإدارة الفنية وقتش تغيبها ولا قادر على أنك تغيبها في الأعمال في المسلسلات كممثل مع المخرج وفي السينما كذلك. لأنك خدمت مع عبد الحميد بشنيق اللي عنده جمالية خاصة في مستوى الأعمال التلفزية وحتى سينمائية. نفس الشيء بالنسبة موراد بالشيخ. وهما الزوز يعني تقريباً نحكيه على تقارب حتى في مستوى الخلفية. فهما جمالية مشتركة وذير يخلي أنهم الزوز يحضروا لبعضهم كضيوف شرف في أفلامهم. هما أصدقائي أنا خدمت معها موراد بالشيخ في كنيا ما كانش مع عبد الحميد في الحلقة متع مصر أنا كنت صعيدي هريدي. وهو كان بؤقي أضحك يا بؤقي. كانت تجربة جميلة على الأخر أضحكنا برشا. كيف كيف في عصفور جنة كان ضيف عبد الحميد بوشناق في مشهد كبير معناه في الفيلم. وحاجبها على الأخر هذه وإن شاء الله ديما نشوفوها معناه ما بين المخرجين وما بين اللي زي كيبها كايرا وفهمها أني شانج. السؤالك قطي على... تنجم تشدها شوية معناه ما تندخلش ولا مسموح لك لك أنت. كل مرة كيفاش والله فما ساعات هو فما شوية مسموح لي شوية مش برجة. أنا زيدي نشد روحي كل واحد يتحمل مسؤوليته. يمكن الإدارة الفنية ديكي حطها في روحي أنا في كممثل. فما دي ريفليكس نجم ناخذهم. نجم نعمل دي بخوبوزيسيون معناه أن ويا يتقبلوا ويا لا. أما هو في الأخر بكل المخرج هو المخرج والممثل هو الممثل. معناه دي حاجة... ومبعد احنا ساعات نقاوها كلي نخدمه وإيكيب. معناه تلقى المشاركات وتلقى اللي بخوبوزيسيون. وانتي والمخرج عبد الحميد يعطيك مساحة يسمع منه. يقول لك هايت راه كيفاش نشوفه. يسمع ويزيدك هو. يقول لك لأ هذي ناحية هات نمشي وهكي. دونك هو هي خدمة مجموعة وباي الخدمة كيت تتخدم معناه وإيكيب. عصفور جنة اللي هو الفيلم جديد اللي قاعد يدور. اللي ممشيش تفرش في الفيلم امشي وتفرش في الفيلم على خاطر فيلم فيه متعة. فيه الكوميديا الإيطالية هي بين تونس وإيطاليا لكن بمشترك. ونكتشفه فما مشترك فما الاختلاف لكن فما برشا مشترك ما بينتنا. الشخصية اللي جسدها هي شخصية المترجم. حسين حسين معلم هو معلم في ويعيش في حومة شعبية معناه. معلم قريب ياسر من الشعب وحتى صحابه هكا كان باس شوية هو صحيح معلم. يخدم موخه وشلواش ويتكاوا عليه ومولاد حونته في مشاكلهم في بيش حللهم شوية ثناية. كان أنا الحق معناه اتفاجأت ومفاجأة به. على الأخر بعصفور جنة بالبروجيت كل فجأت زادة ومفاجأة به. على الأخر بمراد بالشيخ وبالخدمة اللي تخدمت. حسين كان مفتاح للفيلم. كان هو هو اللي هو اللي يلقاه اثنية باش باش ما نشبش نحكي على الفيلم. يعني أنا بنحط ماذا بيها الناس كل ما تمشي تشوفه. خطر الفيلم يحكي على حياتنا يشوفيها كل يوم يمكن منخموش فيها. اما كنت تفرج تقول والله صحيح. احنا هكا. زع ما تتعدى ما تتعداش. دونك هذي الشخصية القليانية اللي يجيك لتونس وتعيش في تونس. وحب يناسب من تونس. والرنكونتر ما بين الديانات الدين متاعنا والدين متاعهو. شنو المشاكل اللي صارت باش قسط الحب دي كيتمشي ولا ما تمشيش. دونك هو حسين كان مفتاح هوني باش يسلكها. كان مبينا كان كما نقوله الزيت في الموتور. حبي يسهل العملية. صحي يسهل العملية باش يعرسوا. باش المشكلة هذيك كل متعداوها في الفيلم. حسين قابلته في الدنيا؟ موجودة موجودة متصور روحي قابلته في حونتي في ابن خيار فما منه برشة. وي موجودة شخصيات اللي يرينيهم في الفيلم الكل موجودين. معنى وراوهم من العائلة حتى المشاكل زادة موجودة. هي ميروار واضحة للمجتمع التونسي. معنى الفيلم عصفور جنة. نمشي وتول من عصفور جنة لوزينا. يلا. لوزينا لهيكل الرحالي كان حاضر معنا وحكينا عن المسرحية. لكن المسرحية تعرضت في عروض أولى. أكيد دقاءات الأولى المسرحية اللي تحكي على عالم الفريق. بكل خلفية الفريق. المسرح والتجربة مع هيكل ومع مجموعة وانه متعد مش وحدك ولا ثنائي. عديد الشخصيات. عشرة ممثلة. كيفاش عاشت هالتجربة هالي؟ هي. نجم تنظموا الحوار تنظموا رويحكم عالركحة. هي التجربة عاشناها على عام كامل. معنى قاعد ما نطلقاها عام كامل. نبرف ونحكيه. ونعم بخوفيز. خدمنا على النصوص تاع هيكل الرحالي. اللي هو حطنا في أنونيفير فانتيزيك شوية صحيح. واقعي معنى معمل فريق. ونفرازة. والعرف والستركتور إيرارشيك. في كل البلاسة. الحاكم والمحكوم. معنى في دار في خدمة في مجتمع. أعطانا هيكل راحة كبيرة وحرية. باش تلعب. باش تلعب. علش قتلة كان كلمة حتى اللعبة. فانتيزيك. تخوف. صحيح. خاطر في شعره. تنجم تمشي. أما تتعدناها. صدقنا اللي. 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 هاو بش نعاود وتاوي نهرت الخميس بعد غضوة. حتى نهرت لحد. مخصفة واجمعه صبت سبعة ونص. ونهرت لحد. أما خمسة. الخمسة. ة. نهرت لحد. مشيت للفريب ولا ليه؟ أما 근�بيعاتك؟ الفريب حتى ما تمشيلوش. يعرضك في أي بلد تمشيلها. تراها تتعدى في السوق في الوسط تلقاها فريب منه ومنه والفرازة اللي احنا عنا تراهم الناس كلها قاعدة تفرز الالوين متاع الفريب تراها حاجة مياش غريبة علينا الفريب رمزي على الاخر على خاطر حتى ما نحكيوش حتى علي برسوناج الفريب اللابسة هي في حداتها اللي هي عندها حيات جديدة وحيات اخرى قدش تغطي وفيها برشا كلم كيفاش فهمك الكلمة اللي يلبس بمتاع المغطي بمتاع الناس عريين راي مهيش راي هكا وهكا زادر والفريب كانت عندها السورية كانت ملبوسة تعرش شنية حكايتها كيفاش تشريب شنو عاشت سوريا ديكي وين وصلت وفاش قاعدة تعيش تويكا دونك عوالم الفريب عالم كامل نجمونا نغوصو فيه نجم يعطينا برشا دليلات وبرشا دمساج بطريقة خفيفة بطريقة كوميديا الموقف والكلام لكن فيها برشا برشا عمق وبرشا دليلات وفيها برشا ما يتقال المتفرج أو الجمهور المسرح مختلف على جمهور التلبسة مختلف على جمهور السينيما طبعا قاعد تلقى في رجع صدايا في كل تجربة؟ طبعا فما طبعا دي ما فما دير التور في أي بحجية في أي حاجة التلبسة عبارة دقيقة على الناس وخلط بحديهم استقبلوك بالباهي رمضان سنيعه برحبي واي واي استقبلونا بالباهي على خطر زيدا نحنا احترمنا رويحنا واحترمنا الحرمة هذيك اللي احنا تخنى لدار الناس وهم قاعدين ملمومين البو والأم والخو والأخت وما زالوا كيشق وفترهم وفي سيدي رنضان نوك احنا احترمناهم وما احترمونا خدمة السينيما حاجة أخرى سينيما سيدي جي هزروح ويمشي يقص ويجي يتفرج يحبي 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 يحبك تتمسوا في برشا بلايس يحبي يرال وجيعة يحبي يفحك يحبي دونك اللاكسي يتبدل ماش نفس ولكن الخدمة الممثل انا اعتبرة ما نحكيوش على المسرح خاطر سين سين حية احساس اخر عيشة اخرى سحر اخر اما بين السينيما ولا التلفزة مثلا حتى عبد الحميد عبد الحميد كي يخدم في فيلم ولا يخدم مسلسل ما نتصورش فما فرق كبير انا بش نسمعك شوية من نقطة طف مساسر جوجة ديك اللي عنا خاطر وبعد بش نحكيو على السينيما الممثل في السينيما راو فما شوية فما الحق بيني بنروحي نحكي بيانا تاوا جاي وفما ديروا طول باين والناس فما شكلش كروا شايف تدوروا اما وين نتفرج تصور تصور فيلم باعة تتفرج فيه احنا اكثر من عام ونصر احنا قاعد بش بش خرج الفيلم بالحق تقول اه هذي ما حقنيش عملتها هكا هذي علش عملتها كاي البرسوناج كله تقول انا لو كان توا نلعب نفس البرسوناج كيفاش نمشيله كيفاش نمسه اللي تخيط كاراكتير نتاعه كيفاش ننتعامل معه اه ويه ميش ساهله حتى طرفه ميش ساهله حتى طرفه وينك تعبيتلي بالسيف اما الاصديق جيدة جدا اصديق جيدة تم جمهور قاعدة بدي تتكونوا محمود فاما 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 حمدولي شو من شوي من المصرح من السينيما من رجوج من المشاركات في العمال الرمضانية من عشاج الدنيا زادة في كارتاج اللي هي زادة اخذت صادية كبير معنى تسنيه ولا عمنيه ولو ويه فاما فاما كابيتال انتاع سامباتي بيه قاعد قاعد يتلم وفاما محبها فاما محبها شنو اللي الكريتيغة والمقاييس اللي في العلاقة هدي مع الجمهور تخاف انها ما تحبش تمشيلها يعني بمعنى وانو فاما شكون يقول لك اينا نعمل اللي نحب والجمهور يقد يتبعني اللي يحب مرحبين ما يحبش معه وانا شكون يقول لك ليه هو القاني في نوعية ممكن تاع اعمال متاع ادوار ما يزبنيش نرجع بالتوالي ما يزبنيش نصغر ممكن من التجارب نقعد ديما نمشي لقدام ونزيد نكبر توالي هيجس الجمهور انو يزيد يكبر اخي طبعا انتي اذا كان تنجح في حاجة وتعمل حاجة ان الناس تفرح بيها وتشكرك عليها تظلوا مروحك كانت تعمل حاجة اقل من هكيكي بش تولي ديما احنا تطلع البارة تطلع واحنا نقولوا هاي كيفية شنو بش تعمل بعد ادي شنو بش تعمل بعدها دونك مهم جدا انك انك الثيقة اللي اعطاوا هالك الجمهور تتحافظ عليها مهم جدا انك تقعد في مستوى معناها في الاعمال متاعك في معناها المستوى الفوق شوية ويصير هذا صار صار العبير معناها فما دي فما دي دومونت فما ناس تتلمني علي حاجات من راش روحي فيهم ولا راح روحي يمكن وحتى لو كان يبدا فيهم فلوس معناها وفيهم ترى روحك بش تصغر من روحك مش مش نعمل في هذي كل بش مش نعمل حاجة هذيكي دونك كوي كلامك صحيح على الاخر مهم انه انه الثيقة اللي اعطاها لك الجمهور تتحافظ عليها الموسيقى خل نسمع شوية من نغني على الحب وبعد نحكي وبعد نعود نسمع الله الله نغني على الحب نغني على الحب نغني على الحب نغني هنا في المبشر لكن ما عندي شي قلب نغني على الحب نغني على الحب نغني على الحب نغني على الحب لكن ما عندي شي قلب نهار في رجوش من هم الدنيا ممروش وأتعدى محبوو بمخ وشفها مغطية الرجوج يمن في الحنصif اسمعنيها اول مرة لايف وقتا في صهرية متاع رمضان مع تتويج في مسابقة وصهرة اللي ذاعة الوطنية الأفضل أعمال الدرامية وسلسل راجوج وكانت متعة وديو ما بينك وما بين كافون نجمع نقاوديو آخر بشيكون حاضر بخلاف المسلسل ويعلش لا كافون صديقنا وخويا معناها ونحكيه برشا في أعماله هو اللي يخدم فيها الفنية ولا في أعماليانا وعلش لا احنا توا عنا ان شاء الله راجوج اثنين بشو نكونوا موجودين مع بعضنا وفي راجوج احنا بتبعاتنا البوب وبيدرو كانوا عندهم من ديكور يمشي بحديه يمشيوا يعملوا موزيكة مع بعضهم ويحلموا بش يوصلوا بالموزيكة متاحهم خنشوفوهم ساعة في راجوج اثنين شنو بش يعملوا من بعد علش لا يعني هني قتلك انا كافون ولا حتى عبسي ولا حمزة بوشنيق قعدينو طلقاء واصحاب نحنا في الدنيا ونطلقاء وديما ونلعبوا موزيكة من بعد شنو بش يخرج كان فاما لي فيه الخير ربي سهل فيها بش تركز اكثر في الموسيقى احنا منعرفوش في الموسيقى من جالك كيفاش بديت منين منين نبدي معناها الرحلة للموسيقى الموسيقى بدأت منين صغير ولدت نلقى العود والكمانجة والاكورديون والكلادينات في الدار والاالات الاالات الاقاع كان هي يعني جنوة صغيرة كان الوالد ربي فضله ربي خليه سي محمد صالح السعيدي اه فنان فنان كانت عنده عويد اقبل دوك اه وين صغير نمشي نشد العود هو تعلم كان عصاني شوية تعلم واحد رغم اللي اه جدي محمود سعيدي كان يعزف الجرانة بل دوك اه كان يحبني نعمل على روحي ونتعلم واحد يعني انا انا كلوق في شوية اه ما نسخنش بلاسة اه 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 ناخذ الكامانجة نعزف شوية نعمل حاجة طيش الكامانجة نش بدلعود نعمل حاجة بعد نجي بنكورديون بعد نجي بنقعت مصر في كل الالة موسيقيا مصر شوية وما اه ما مقعتش في الالة اللي نتقنها معناه عكس اختي اللي هي في الكامانجة عملت حاجة كبيرة وكان بابا يقول لي اه من كثر صناع ومات بشر باعد في الاخر من كثر صناع ويمكن هذك اللي اللي هزل ديركشي مرتيستيك اللي تشاتو فهمت مش صحيح معناه ديما من كثر صناع ومات بشر خاصة في المجال الفني معناه باقي الفنان وتوحي حتى نشوفوها انا في العالم فناني را ويغني ويعمل دانس ويمثل ويحاول يمس لي برفورمانس ولكل دونك من غاديك بديت الموسيقيا مبعت مشيت برشة في الصوفي في السولامية والعيساوية وبني خيار معروفة وهوني نحب نشكر الشيخ يونس سويسي وعايل در سويسي الكل اللي تعلمت من عندهم السولامية ومبعت بالوقت جاء مسلسل النوبة شاركت في مسلسل النوبة مع عبد الحميد كالمغني في التمثيل الممثل مغني متاع الحومة ما كانش ما كانش الاسباس كبير في المسلسل اما الاسباس اذاك في سيوخسان خذاب برشة تحول ولت ولت بلصة كبيرة المحمود على المسرح على الركح مع عشاق الدنيا حملت خدمة زادة الكونسات المتاعيين اللي هو زنفليجة عرض زنفليجة خدمناها مع جروب تعمل الكيف تعشق من بنخيار وعمين ثلاث سنين خدمنا عروض وكان عرض ممتاز أنا نعتبره ممتاز وزادة عمل صادية باهي وتصور وتعلي تعدى في العيد في التلفزة دونك هذ هي حكايتي مع الموزيكا الموزيكا مش تقد تمشي مع التمثيل محمود؟ وعلش ليه وش خاص معنا انا كانت عندي مشاركة في عليها وايك زادة كانت كان مسرح الاتي كانت في عليها وايك موجودة الموسيقى مسرحية كنا نعبره بالموسيقى نعبره بالالات الموسيقية حكينا معنى ما فماش عليهش الناحي حاجة وانشت حاجة وبيهيكي تلقى واحد عنده هاكة صحية متنوع وكل حاجة تعطي الله الاخر ثراء متاع المعرفة والذوق الفني شكرا لك محمود سعيدي نورتنا ان شاء الله موافق في راقو جاثنين استنيوا راقو جاثنين مش تكون حاضر فيه هو فقط فماش عمل اخر بنسبة لي كنتي كممثل كممثل هو تقول بيدرو بيدو ما يتحملش انه نكون في بلاسة اخرى توليك برب يتوافقني الراي وانا معاك بيدرو خطره شخصية خليه بيدرو ما نضيعوش ما نمشوش بعد اللي في الخير وانا نشوفو شنوش تصير في حكاية بيدرو والمحبة وراجوج والبنية اللي تهدت وعاودوا ومشي عاودوا يبنيوها وحبيت نذكر زادا اللي يحبي يتفرج فيه محمود السعيدي نجم يمشي لفضاء التياتر ويحضر عرض لوزينة عرض مسرحي مهم جدا وممتع كذلك 24 الخميس والجمعة والسبت هذية سبعة ونص ونهارة لحظة لخمسة لتالعشي ويتفرج في السينيما في فيلم عصفور جنة المراد بالشيخ شكرا لك محمود عايشك لوزينة بربي كلمة صغيرة لوزينة راو تنجم تلمشى رائح المجتمع لكل الناس كل تنجم تتفرج فيها لغتها سهلة برشة فيها برشة متعة فيها برشة ألوان سرسين تنجم تمس الناس الكل يجيوا وتفرجوا الخميس الجمعة السبت ولاحد في اسباس تيادر شكرا لك نسمع ونين نغني على الحب يلا